بإذن الله بس الموضوع ينتهى لنهاية مارس والاتحاد يعلن يا رب إمتى الدور يجع إنت متوقع سوس جمال حضرتك يعني شايف إن ممكن إذا اتخذ قرار بالعودة أي ما في مساحة وقت اللعبة تاخد نفسها وتبدأ تستعد وتجهز وترتيب المباريات ياخد مساحته أو أنت تتوقع بس إنت في الظروف العادية في السنين العادية خالص اللي هي ما فيهاش وقاء كان الدوري مضغوط تمام صح ولا غير تمام ستعك ليه لأول لا على فكرة أن طالما يعني أنت تتكلم على على مثال مثلا يعني طالما الموسم متوقف وما فيش أي نشاط كمام لعبتك عشان تاخد مساحة المستوى الفني أو اللياقة وانت لازم ايه تشغاله أنا أتكلم على نفس القياس مثلا المطور أو المكنة لازم تيديها بصحي وقت لا يعني أنت مش هينفع على طول فورا تاخد قرار باستئناف المسابقات عشان تخلص مش هتقدر هتخلص ليه ما كله متأخر مترحل كله مترحل وبالتالي يجب على الاتحادات القرية أن هي يبقى لها دور في التعاون مع الاتحادات الوطنية بأنها ترفع العب يعني تؤجل مسابقاتها يعني انت فاكر أنه الاتحاد الأفريقي ده هو الوحيد على المستوى القرارات لا الوحيد على مستوى القرارات اللي بيعمل بطولته كل سنتين آه طمام البطولة المجمعة لدرجة أن الاتحاد الدولي كان بيطالب الأفريقي بأنه يعمل بطولته زي بقية خلق الله أربع سنين كل أربع سنين يعني أنت عندك كل سنتين ده تلاحق غريب جدا ما هو في إطار أنت عايز تتعلق البنية التحتية إياس الأمم على فكرة معرضة للتأجيل يعني اللي هي في نائر الجاي؟ أه طبعا هي التصفيات نفسها لسا ما خلصتش ما أنا بقول لها؟ أه وفي بقى تصفيات بقى كتيرة طبعا ما انتهتش هو أي أمر متعلق بمرحلة ما بعد شهر سبعة وثمانية لسا طبعا ما حدش هنائش فيه لأيتكلم بالزبط عشان لسا تبتتكلم بس في شهر أو شهرين وحتى الدورة الأولمبية توكيو ما هي ما حدش يعني لغاية دولياتي هما بيؤكدوا أن هي تتلعف معدها أنا مش واسق في الكلام ده يعني التصفيات نفسها لسا ما انتهتش تصفيات نفسها لسا ما انتهتش وعشان ترجع للتصفيات بحط مواعيد للبطولات اللي يبقى تصفيات لازم يلاس تجهز لازم توقيتات معينة فأنا بقول أن ده كله 100% هيأثر على الأجندة انت بتقول السيناريو بقى السيناريو زي ما قلنا عندما لا أما لاستقناف النشاط لابد من مراعاة الوقت كويس يبقى فيه وقت كويس لإنهاء المسابقات بشكل برضو غير مرق للأندية والعيبين طيب الأهل ذكر في بيانه أن معيار قرار الغلق وكل الفروع لغاية نهاية شهر مارس غلق كامل الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات تمام أعتقد أنت وصلت المرحلة التدابيري الاحترازية أنت أخذت التدابيري الاحترازية الكاملة طبقا طبعا لتوجهات الدولة في المرحلة الجاي طبعا تتكلم حتى كمان عن نظام العاملين يعني حتى الموظفين والعاملين لا الموظفين لا الموظفين الأعضاء الأعضاء ما هو الأعضاء كانت في الخطوة الأولى دلوقتي أنت بتتكلم غلق تام ما هو غلق تام وعدم وتقليل العمالة يعني دي نقطة مهمة جدا ومتعلقة كمان بتدريبات فريق الكرة والنشاط الرياضي بس جميع الأنشطة وجميع مظاهر الحياة في المجتمع تأثرت أنا بتكلم بقى على مصر كمان تأثرت ويجب أن يكون هناك تطبيق أكثر سرامة يعني معلش بقى موضوع غلق المحل التجارية والمطاعم من سبعة بالليل لستة الصبح أعتقد أنه مش كفاية برضه يعني ممكن يتبعوا قرارات أخرى طبقا للتطور لتطور الأحداث على حسب لتطور الأحداث يعني بالضبط كده طيب الاتحاد السوداني يعني التحاد كان مختلف شوية عن العالم الممتخب السوداني كان في التوقف الحالي المزيد الفن الفرنسي قال لك فرصة عمل تجمع فعمل تجمع وبدأ التدريبات والناس هناك في السودان وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لما قارفت الأمر قعدت 72 ساعة توجه لهم الأمر يا جماعة اقفل أو الغي التدريبات وإلغي التجمع نغيت لما النهاردة الحمد لله خدوا القرار وحتى المزيد الفن الفرنسي يعني زائل من القرار وسبب التدريبات وسبب الاتحاد السوداني يعني يمشي أهم حاجة عندنا رأيك كيف فكرة أن بعض نابل الإيطالي خد قرار أن الدورة تدريبات ترجع للأربعة الجاية في إيطاليا تخيل؟ بالزمة ده هل هو حاسس بأي حاجة في إيطاليا يعني يعني ده احنا هنا متعاطفين جدا معهم ومقدرين أي حاجة يعني لو طلع النهاردة أي قرار بتأجيل أي نشاط في أي مكان في العالم إحنا بنسقف ليه؟ لأنه الموضوع لابد حتى المدير الفني واللعيبة والرؤساء الأندية ومجالس الإدارة كل هؤلاء يجب أن هم يبقوا متعي يعني فيه اللي إحنا بنقول بقى إيه الدور المجتمع يا سيد محمد مضبوط الدور المجتمع مش بس أننا ندفع في الوز مش بس أننا نساهم في علاج المرض أنشر التوعية ويبقى ليه دور في التوعية الأمر دا لا والتزم بقرارات المجتمع والدولة فالراجل اللي بتقول مدرب السودان ده بيشتغل من دماغه لغا النهاردة خلاص لا ما هو كويس أنه فاق يعني هو مش فاق ده أنت بتقول زعلان هو آآ آآ سافر فرنسا خلاص يتجع الله بقى ينصر وقال لك أنا كانت فرصة الدوري بتوقف وعمل تجمع لأنه لسه بمسج جديد ده بيهزر وفي نابولي يخدوا قرار بأن التدريبات ترجع للأربع الجاي كل احترامي لشخصه لكن قرار طبعا غير موفق نابولي بقى القرار دا مش غريب شوية اللي هو إنه هيرجع للتدريبات للأربع الجاي متجاهلا كل قرارات قرار غريب وأعتقد مش هلتدخل إحنا في فرنسا في إيطاليا بس الدولة لابد أن يكون لها قرار القرار اللي هو يطبق على جميع البشر على جميع المواطنين بصرف النظر بقى هو فنان هو رياضي بينفس على البطولة ما بينفس في حاجات مش اختيارية في حاجات مش اختيارية اه اكبارية على الجميع صح طبعا يعني بص أربط الحزام كل أربط الحزام طب أتلتكو مادريد فرد غرامة أو قرر نايف غرامة 600 يورو على أي لعب يغادر المنزل برافو